قد يدفعك نجاحك في حياتك العملية إلى التفكير في مشروع جديد أو حتى إنشاء شركة خاصة بك فأنت تعلم أن لديك القدرات الكافية لتحقيق ذلك لكن الخوف من الفشل يسيطر عليك خاصة عندما ترى أن 90% من الشركات المبتدئة فشلت وأغلقت أبوابها لتصبح بذلك جميع أفكارك وطموحاتك مجرد أحلام ولكن هذا النوع من الخوف من الفشل يعتبر طبيعيا ومبررا فتأكد أنك غير مصاب برهاب الإخفاق رهاب الإخفاق المعروف بأتيكيفوبيا هو نوع من الخوف غير الطبيعي والمستمر من الفشل وغالبا ما يؤدي إلى اتباع أسلوب حياة في حدود ضيقة وهو مدمر خاصة بتأثيره على رغبة الشخص في محاولة أداء بعض الأنشطة فالأشخاص المصابون برهاب الإخفاق يرون أن إمكانية فشلهم عالية ويفضلون عدم المجازفة فتنشأ عند هؤلاء الأشخاص حالة من عدم الرهبة حتى في محاولة النظر إلى نسب النجاح والفشل ويدرك المتضرر عادة أن هذا النوع من الخوف غير عقلاني ويدخم من حجم المشكلة في العقل الباطن فلهذا السبب ليس هناك علاج سهل لرهاب الإخفاق أسباب رهاب الإخفاق قد تعود إلى تجارب الحياة ويعتقد عموما أن الرهاب ينشأ من مزيج من الوراثة كما أن تصرفات الوالدين والأحداث المؤلمة والمحرجة التي تنشأ عن فشل طفيف في وقت مبكر من الحياة تسبب نشوء هذا النوع من الرهاب وقد يصاب أولئك الذين يعانون من رهاب الإخفاق من أعراض فيزيولوجية مثل عدم انتظام ضربات القلب وضيق في التنفس وحمرار في الوجه والتعرق والارتعاش تظهر هذه الأعراض عندما يواجه المصابون إمكانية الفشل كما هو الحال عندما يطلب منهم أداء مهمة يعتقدون أنها لا يمكن أن تكون ناجحة بنسبة 100% وقد يعاني الشخص من انهيار ولو ترك بدون فحصا فسوف تستمر هذه الأعراض وتتفاقم سها حمدان العربية